اخبار البيعسة ايه واليومين اللي فاتوا مشوا ازاي والنهاردة برنامج ايه ونتطمن على التمرين الاساسية بالليل معنا زمينا كريم احمد من الدار البيضاء من المغرب مباشرة عشان نتطمن على اخبار فرقتنا في المغرب مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير برحب بيك في البداية وكل التحية ايضا كابتننا كابتن عشرف ممضوح كريم خلينا نحاول ننقل للناس كده اخبار بعثة النادي الاهلي على مدار اليومين اللي فاتوا ازاي استعدت على كل المستويات الحالة المعنوية عند الفريق الشغل بتاع ميستر مارس الكولر تطمننا كمان على الاسكواد وعلى لعبة الاهلي وماذا جهزيتهم لقاء بكرة قبل ما نروح لتمرينة النهاردة بالليل ان شاء الله بالتأكيد طبعا يعني في البداية كل التوفيق في رياتنا ان شاء الله بإذن الله حالة من التركيز والوعي والهدوء والتحضير الفني الاكثر من راعي لمستر كولر يا رب ان شاء الله كل المجودات تكلل بالنجاح يعني طبعا كالعادة هبدأ معاك من تدريب الامس او من رحلة بشكل عام طبعا يعني رحلة خمس ساعات كل الامور الادارية الممتازة الحقيقة اللي بيقوم بها الكابتن ساعة عبدالحفيز الكابتن سامير عدلي ايضا كمان بصحبة الدكتور محمد صراجي اللي كان متواجد قبل وصول بعثة فريق النادي الاهلي باربعة وعشرين ساعة عشان كده الامور بيكون طيبة جدا وسهلة من المطار استقبال السفير ياسر عثمان بيكون بيسهل بشكل كبير جدا لاجرات الخاصة بالجوازات والاختام لان انت عارف طبعا الامور دي بتسهل بشكل كبير ان انت تطلع من المطار الى الفندو على طول لعيبة بتنزل تتناول وجبة وابتدى طبعا الاستعادات الفنية لصباح تاني يوم بالنسبة لاتدريبات لكن الشيء المطمئن جدا الحقيقة واللي مدينا امل وثقة كبيرة جدا الحقيقة هو تدريب الامس لسه طبعا منتظرين نشوف مدى جدية لعب النادي الاهلي وتركيزهم الكبير في تدريب اليوم لكن تدريب الامس الحقيقة كان مميز جدا ميستر ريكولر حقيقة بزكاءه الكبير كان في عدد طبعا من المحبين المتوجدين طبعا للنادي الاهلي ايضا كمان اشقائنا المغربة تدريب كان مفتوح شوية في البداية بحضور أيضاً جمهورنا العظيم جمهور للنادي الأهلي اللي لابد أن نحن نأكد على هذا الأمر رغم قلة عددهم متواجدوا 50 أو أكتر من 50 فرد لكن عملوا مردود كبير جداً جداً في المدرجات في ملعب العربي الزوالهتاف للعبين أفريقيا أهلي نادوا على كل اللعبين وإمكان أنا ذكرت كمان الحقيقة علي معلول كان لي دور ونصيب كبير جداً من الهتافات قيمة كبيرة جداً علي معلول السلية الشناوي ربيع كل اللحية اللعبة ناد عليها حفزوه مشكل كبير عشان كده عايز أقول لك التدريب من بارح كان فيه جدية وحماس كبير جداً الجمهور هو اللي وصل لعب النادي الأهلي لهذا الأمر ما عارفين طبعاً أن الرغبة متجددة ومتواجدة والدوافعة موجودة لكن ما بتسمع الهتاف من الجمهور وبتشوف أن الناس جاية من نمسا اللي جاية من ألمانيا اللي جاية من إيطاليا حرص كبير جداً من جمهور للنادي الأهلي ولسه كمان إن شاء الله منتظرينهم يكونوا متواجدين في مركب محمد الخامس الأستابل إن شاء الله بمشيئة إلا غداً مباراة الأهلي والوداد في نهاية دور أبطال أفريقيا مستر كولر الحقيقة يمكن زي ما أكدنا وقلنا أكثر من مرة ياسين المكاري لدور مهم جداً الرجل ميدي له تكليف مهم يعني إلهي لا يسهل ملخصات لثغرات نقاط القوة الضعف لأن الرجل بيشتغل نظري وعملي بشكل مهم جداً الجلسات الفردية مع اللعبين الأمر الرجل مركز فيها بشكل كبير بيقع مع الصلاية مع علي معلول الشناء وبيحاول ينق الرسالة توصل للعيبة وبيسيب كمان متسع من الوقت للعيبة عشان يكون فيها حديث صناية وجمعية لأن دي مرحلة مهمة جداً ومحتاجة تحفيز لعبتنا عارف أكيد أهمية هذه المرحلة لكن لابد من التسكير لابد كل واحد تذكر التاني أن في ملايين من جمهير النادي الآلي منتظرة هذه البطولة الضغطات موجودة جمهور للوداد العدد هيكون قد إيه لدخلات المضايقات كل الأمور دي النادي الآلي ولعبت النادي الآلي فصلة تماماً على هذا الأمر مركزة فقط لخير في 90 دقيقة مؤتمر الصحفي النهاردة يمكن زي ما قلنا بعض الأسئلة المعتادة الحقيقة طبعاً لكن بخبرة كولر بخبرة الشنوي خرجوا من هذا المعزق يعني زي ما بنقول ممكن الناس بتحاول أن تسأل أسئلة صعبة شوية عشان تاخد منك تصريح وتبدأ أنها تتناول هنا هذه التصريحات في المغرب لكن الزكاة والوعي الكبير جداً لكولر الورشنوي يعني المنتمر تلعب بمنتهى الهدود تصريحات كانت مهمة جداً أن أنت السؤال بيترد عليه بالمعلومة بيترد عليه بالحجة بيترد عليه بالفنيات فكان ده أمر مهم جداً لكن بأكد لك على لعبت النادي الأهلي عندها ثقة كبيرة جداً فرد بنصحانه وتعالى عندها ثقة في أنفسهم إن شاء الله بإذن الله ومشيئة الله إن شاء الله بكرة يكون يوم نصر وفرحة كبيرة جداً على كل جمهور كولر في المؤتمر قال أنه لعبته جاهزة بنسبة 100% والتفكير كله مرتبط بالتسعين دقيقة نطمن منك على سكواد الأهلي وعلى مدى جاهزيته على مدار اليومين اللي فاتوا الكريم يعني الحمد لله زميلي أحمد واحدة من الأشياء المطمئنة جداً أنه محدش بشتيك من حاجة ما فيش إصابات السكواد المتواجد معنا الحمد لله بكامل قوته البدنية والفنية والذهنية إن شاء الله الاختيار متروك كالعادة لمستر الكولر طمنا في التدريبات الكل حريص جداً أنه يحافظ على زميله لأنه أنت عارف مباراة مهمة جداً محتاجين كل اللعيبة المتواجدة طبعاً معنا 24 لعب ما تعرفش الاستعانة ما هيكون بمين ما تعرفش الأدوار ممكن تكون إزاي الرجل ممكن يفاجئنا بأمور عديدة لأن قراءاته للفنية الحقيقة في المباراة الكبرى شفناها ولمسناها مباراة كأس العالم قدنا مباراة كبيرة جداً وعظيمة أمام ريال مدريد بقيادة كولر وبقيادة خطته ورؤيته الفنية ثغرات موجودة في نادي الوداد الرجل الشغال عليها التاكتيك سيناريوهات زي ما كنت يحمد قلت لك عندنا فرص كبيرة جداً الأمور بالنسبة لنا زي ما نقول إحنا ليدين حتى هذه اللحظة إحنا لسه رجبين المنشو لسه كسبانين اتنين واحد عشان كده مهما كانت تصدير الأمور الخاصة يعني بتوقع شوية المعنوات لأن نابت النادي الأهلي الأمر ده بقولك مش واصل للعبين تماماً تدريب الأمس كان فيه جمل تكتيكية كان فيه تركيز الرجل واضح أنه هو يعني يمقسم المباراة لأكتر من سيناريو ينقصنا بس قيادته الفنية من خارج الخطوط على مدار التسعين دقيقة لأن يوم المباراة مختلف بشكل كبير جداً عن التدريبات فإن شاء الله بإذن الله كل المجودات تكلل بالنجاح وعايز أقول حاجة مهمة جداً يعني في اللحظات اللي أنا بكلمك فيها جمهور النادي الأهلي بيتوافد على فنده اللي قامة للحصول على التزاكر عشان يكونوا متواجدين يعني يمكن من أكتر من ساعة يعني يوصل لربعمائة وخمسمائة مشجع متواجدين إن شاء الله قابلة للزيادة الفين ونصف تسكرة هي المخصصة اللي مشجعي للنادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله يتم بيع التزاكر بالكامل اتنين ونصف الفين ونصف تسكرة عشان جمهور النادي الأهلي يكون متواجد فيه مركب محمد الخامس ويفرح بمشية الله عقب انتال تسعين دي بأقدام لعاب للنادي الأهلي الرجالة الجيل المحترم جداً الحق إنجازات كبيرة جداً كل الثقة والدعم لمستر كولر كل الثقة والدعم للعاب النادي الأهلي منتظرين جمهورنا يا رب إن شاء الله يكون فرحة عظيمة إن شاء الله خليني أسألك كريم من ساعة ما وصلتوا الدور البيضاء نحن يمكن على السوشيال ميديا هنا جاتلنا بعض المشاهد كده استفزازات جماهير النادي منافس بتستقبل بحثة النادي الأهلي تشجيع لفريق الوداد كل ده طبعاً عارف أنا متأكد مليو في الماء إنهم مشفرق معنا بس عايزك تنقل للناس كده طبيعة أو صورة اللي حصل سواء في أوقات الاستبال أو لو اتكرر في أوقات تالية يعني طبعاً أكيد ده كلنا شفنا المشهد الوصول يعني الأمور دي الحقيقة يعني بالنسبة للعيب النادي الأهلي وبنسبة البعثة للنادي الأهلي الأمور دي يعني بالنسبة لنا ما بتأثرش فينا خالص وده الحقيقة اللي شفنا في نظرة الكابتن سيد في ابتسامة الكابتن سيد عبد الحفيز في هدوء اللعبين في عدم رد أي لعيب على هذا الأمر لكل مركز لعيب النادي الأهلي بأكدلك زميل أحمد طلع من القاهرة جاية هنا كذا بلنك عشان ترجع بالكاس مهما كانت الظروف ومهما كانت أي شيء قابل النادي الأهلي انت عندك 90 دقيقة والتركيز كله في 90 دقيقة الخبرات المتواجدة لعيب النادي الأهلي الكبار الوعي الكبير جداً هو لده اللي مديني الصورة دي شفنا الحقيقة المشهد دي هو مشهد بطولي بالنسبة له لكن مش بطولي بالنسبة لأي حد تاني لأن النادي الأهلي بيمثل مصر الممثل المصر الوحيد في هذه البطولة عشان كده منقول كل الدعم الفرقتنا كل الدعم لجهازنا الفني كل الدعم لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الكابتن حسام غالي رئيس البعثة مجلس الإدارة الحياة اللي حريص بشكل كبير جداً هو يكون متواجد في رسالة دعم بالتأكيد يعني التوقيتات بالنسبة لنا هنا طبعاً تمانية مساء يكون للتدريب الأخير والرئيس الفريق النادي الأهلي خمستاشر دي طبعاً على مركب محمد الخامس معتادة بالنسبة للكاف اللي هو واحد تنظيمية الخاصة به ومن بعدها مباشرة طبعاً بيتم غلق التدريب تماماً ليترك المساحة للجهاز الفني ومسط الكولر إنه يحط بقى الرطوش الأخيرة إن شاء الله بإذن الله تدريب النهاردة يكون فيه جدية يكون فيه إصرار تبان الرسالة جداً في عيون اللعيبة مدى تحضير النادي الأهلي لهذه المباراة وزي ما بقولك كل الأمور بالنسبة للأمور الإدارية والفنية تم تحضيرها على أعلى مستوى ينقصنا بس توفير ربنا سبحانه وتعالى بمشيء إن شاء الله بكراً يكون يوم سعيد جداً على كل جمهور النادي إن شاء الله بشكرك شكراً جزيلاً زمان العزيز كريم أحمد من دار البيضة